حالة من التقاط الأنفس حالة من الاطمئنان بعد نجاح الجهود المصرية في تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين واللي بتتضمن الإفراج عن مزيد من المحتجزين والأسرة بجانب وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود وأيضا حضر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع خلونا نعرف مع حضراتك تفاصيل أكتر من ضفنا الأستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية واليوم الأول من اليومين الجديدين في الهدنة الجديدة معنا على الهوى أهلا بيك أستاذ علي أهلا بحضرك صباح يعني مصر نجحت بتمديد الهدنة ليومين إضافيين زي ما بتقول جمانا مساحة للتقاط الأنفاس تبعت زي الجهود المصرية في تمديد الهدنة ليومين إضافيين وتقارب وتفاعل كافة الأطراف مع الطرح المصري بتمديد الهدنة يعني في الحياة أولا خلونا نتكلم عن الدور المصري منذ بداية انطلاق الأزمة الحالية في قطاع غزة والوضيفة الغربية منذ يوم 7 أكتوبر الماضي الحياة مصر لها دور كبير جدا على المستويات الإنسانية وعلى المستويات السياسية والديبلوماسية شوفنا مصر كانت من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في وقت كان فيه قطاع بيتعرض لحملات وهجمات عنيفة جدا حتى الجانب الفلسطيني من معبر رفح كان بيتعرض لعملات قصف متكررة من الجانب الإسرائيلي ولكن مصر أثرت على تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين دعا المستوي الإنساني وأيضا دعت مختلف دول العالم لإرسال المساعدات الإنسانية التي يمكن أن يقدمها إلى القطاع إلى مطار العريش الدولي وأرسلت هذه المساعدات أيضا الدولية إلى القطاع أعتقد أن الدور المصري المحوري في مسألة الهدنة سواء الهدنة التي انقضت يوم أمس لمدة أربعة أيام أو تمديد الهدنة لمدة يومين أخرين كان يستند إلى محورية الدور المصري فيما يخص الأزمة الحالية في قطاع غزة الأراضي الفلسطينية هذا الدور الإنساني والدور السياسي والدور الدبلوماسي المصر الذي تلعبه القاهرة داخل الأزمة الفلسطينية أعتقد أنه شجع أو دعم الدور المصري محوري فيما يخص الهدنة شوفنا أن مصر كان لها دور رائد فيما يخص عملية تبادل الأسرة والمحتجزين ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الفترة الماضية خلال مدة الهدنة لمدة أربعة أيام وشوفنا أيضا أن مصر كان لها دور مساهم ودور محوري جدا فيما يخص تمديد الهدنة لمدة يومين أخرين ومصر حتى في الأيام الأولى في اليوم الأول فقط للهدنة تم يدخل عشرات الشاحنات من المساعدات الإنسانية إلى القطاع سواء المواد الطبية أو الوقود وغيره فأعتقد أن الدور المصري فيما يخص الوساطة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتبادل الأسرة والمحتجزين كان ليه الدور فاعل جدا فيما يخص هذه الهدنة وأيضا دور مصري آخر لتمديدها ليومين آخرين طيب أستاذ علي الحقيقة أنه موافقة إسرائيل على هذه الهدنة هو متعلق بشكل كبير جدا بمصلحة لها هي شايفة أنه فيه فائدة من الموافقة على هذه الهدنة خاصة أنه حماس منذ بداية هذه الحرب أصلا كانت عرضت بالفعل هذه الهدنة وأيضا وزير سامح شكري كانت تحدث رحيا عن هذه النقطة تحديدا وقال أنه التحول هذه الهدنة لوقف إطلاق نار دائم متعلق بأن تقتنع إسرائيل بأن هذه الهدنة وأن هذا الوقف لإطلاق النار هو في مصلحتها شايف حضرتك الدولة المصرية بدبلوماسيتها النكحة حتى الآن إزاي تقدر تتعامل بهذه الأوراق عشان نقدر نوصل لوقف دائم لإطلاق النار يعني أعتقد أن أولا المصر لا تزال تواصل هذه الجهود الدبلوماسية والسياسية سواء اتصالات مع القادة في منطقة الشرق الأوسط وأيضا الاتصالات الأخرى مع القادة حول العالم شفنا خلال الفترة اللي فاتت الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءات واتصالات مكسفة مع القادة الغربيين شفنا لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني واتصالات مكسفة مع الرئيس الأمريكي أعتقد أن الدول المصري بيحاول حشد دعم دولي للرؤية لمسألة إيقاف الاصطراع داخل الأرض الفلسطينية عبر الضغط على إسرائيل أعتقد أن هناك ورقة أخرى لحشد دعم دولي ضغط على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار أو التوصل إلى تسوية سياسية ترضي الجميع فيما يخص الأزمة الجارية في قطاع غزة فأعتقد أن هذا الضغط أو مسألة السعي لحشد ضغط دولي على إسرائيل فيما يخص تسويجات تسوية أو التوصل إلى تسوية سياسية فيما يخص الأزمة الجارية أعتقد أنه هدف مصري ساعي لكيفية حل هذه الأزمة أعتقد أنه أيضا مسألة الدور الإعلامي الكبير الذي تقوم به مصر أيضا فيما يخص هذه الأزمة أعتقد أنه كان دور كاشف جدا فيما يخص ما يجري داخل قطاع غزة حقيقة مصر لعبة دور إعلامي كبير جدا كاشف فيما يخص الأزمة وعمليات الإبادة التي تجري في قطاع غزة منذ الشهر الماضي منذ شهر أكتوبر فأعتقد أن هذه المساعي المصرية الدولية وأيضا الدور الإعلامي والدور الإنساني أعتقد أن هذه المحاور كلها أعتقد أنها تحشد رأي عام دولي لمسألة إيجاد ضغط على إسرائيل للتوصل للتسوية أو قبول تسوية سياسية لوقف إطلاق النار في الوقت الحال وأعتقد أنه هدنة كان أعتقد ثمار أهد ثمار الجهود المصرية خلال الفترة الماضية فيما يخص الدور المصري يعني بعض المتفائلين سياسيا بيشوفوا أنه تمديد الهدنة لمرحلة ثانية ده ممكن يفتح الأفق لهدن أخرى وصولا لوقف إطلاق النار وفيه تحركات دبلوماسية مصرية طبعا وبالتنصيق والتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأطراف الدولية أنه يتم السير على هذا النهج أو هذا النظام أنه يبقى فيه مدة هدنة فهدنة فوقف إطلاق النار هل ده السيناريو متفائل جدا ولا قابل التحقق في رأيك أعتقد السيناريو ده وقاع جدا يعني التواصل أولا لهدنة قبل أربعة أيام كان مؤشر أولا قوي يعني تجديد أو تمديد الهدنة لمرة أخرى أعتقد أنه مؤشر إضافي إيجابي فيما يخص إمكانية التواصل بشكل كامل لتسوية سياسية أو يقف إطلاق عمليات إطلاق النار والقصف الذي تكون به إسرائيل داخل قطاع غزة والضفة الغربية أعتقد أنه التواصل لهدنة هو مؤشر إيجابي قوي فيما يخص إمكانية وقف شامل لعمليات إطلاق النار من جانب إسرائيل داخل قطاع غزة يعني أعتقد أنه أيضا الوجود هناك تحول في الرأي العام أيضا الغربي خلال الفترة الأخيرة فيما يخص المسألة أو مسألة الأزمة الفلسطينية خلال الأيام الأولى للأزمة داخل الأراضي الفلسطينية الشهر الماضي يعني شفنا أنه كان هناك تركيز أكبر على مسألة الأزمة الإنسانية داخل القطاع ولكن خلال الفترة الأخيرة هنا شفنا أنه الكثير يعني من القادة الغربيين بدأوا ينتقدوا عمليات القصف التي تقوم بها إسرائيل داخل قطاع غزة فأعتقد أنه هناك تحول أيضا فيما يخص الرأي العام العالمي والرأي العام الغربي تحديدا اتجاه ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية وأعتقد أنه ده يعني مصار آخر فيما يخص إمكانية تسوية الأزمة الفلسطينية أو التواصل لعمليات إيقاف دائمة لإطلاق النار داخل قطاع غزة طيب أستاذ عارف يعني في نفس برضو الفكرة وانتراقم من نفس الفكرة هل بالفعل فكرة استمرار عودة المحتجزين أو الرهائن لدى المقاومة مرة أخرى وتسلمهم لقوات الاحتلال هل هذه الهدنة فعلا مرتبطة بهذا العامل وهل بين يمين نتنياهو ووزير الدفاع هل هم جدين بالفعل في تنفيذ تهديداتهم أنه بعد ما تنتهي الهدنة هيقوم أو هتقوم قوات الاحتلال مرة أخرى باستمرار الحرب على قطاع غزة والأي مدى ما تقوم به المقاومة حاليا قدر أنه خلين قول يحدث قلقلة في الداخل الإسرائيلي وقدر أنه يضغط أصلا على حكومة إسرائيل أنا أعتقد أن عمليات الهدف الأساسي لإسرائيل من وراء القبول الهدنة سواء لأربعة أيام أو ليومين آخرين هو سعي إسرائيل لاستعادة المحتجزين لدى حركة حماس داخل قطاع غزة ده كان الهدف الإسرائيلي الرئيسي من وراء القبول الهدنة وأعتقد أن هذه الأزمة الجارية داخل قطاع غزة قد أثرت بالأساس على حكومة بن يامين نتنياهو وعلى الداخل الإسرائيلي حدثت بعض التظاهرات داخل إسرائيل خلال الفترة الماضية ضد حكومة نتنياهو بشكل شخصي أو بشكل محدد فأعتقد أن ما يعانيه أصلا الداخل الإسرائيلي من جراء هذه الأزمة قوات الاحتياط التي تم حشدها داخل إسرائيل خلال الفترة الماضية أثرت على كثير من مناح الحياة داخل إسرائيل قطاع العمل داخل إسرائيل قد تأثر متخلف أصلا كمان ألفين جندي أداء بهمتهم في الجيش الإسرائيلي مؤخرا بالضبط هذا جانب آخر هناك أيضا عمليات رفض داخل إسرائيل لأداء هذه الخدمة العسكرية داخل إسرائيل فأعتقد أنه هذا التأثير الذي يشهد المجتمع الإسرائيلي أو الحياة السياسية داخل إسرائيل نتيجة هذه الأزمة أعتقد أنه عمل آخر أيضا عمل ضغط بالضغط هرحم حضرتك إلى جانب آخر سريعا العسكريين اللي في قبضة حركة المقاومة حماس بعض المراقبين السياسيين بيقولوا هو ده الصيد الثمين يعني ده الورقة التفاوضية الأقوى اللي ممكن أن تستغلها حماس حتى الآن ما تم الإفراج عنه خلال أربعة أيام الماضية هم من المدنيين من الجانب الإسرائيلي كيف يمكن استغلال هذه الورقة وبرأيك دي ممكن تقلب شوية في معادلة التفاوض ما بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي نعتقد أن هؤلاء المحتجزين لدى حماس بالأساس قد هم ورقة قوية جدا لدى الحركة فيما يخص طريقة التعاطي مع الأزمة وطريقة التعامل مع الإسرائيل أعتقد أنها قد تستغلها خلال الفتر القادمة لإسعادة المزيد من المحكمة مقابل عسكريين لأنه فيه كلام مقابل عسكريين يتم يعني تبيض السجون الإسرائيلية كاملة من الفلسطينيين يعني لا أعتقد أنه قد يتم تبيضها بشكل كامل ولكن أعتقد أن الحركة أو حماس قد تستغلها لإستعادة كثير من الأسرة داخل السجون الإسرائيلية أعتقد أنها قد تستغلها أيضا توظفها في ملفات أخرى خلال التعامل مع إسرائيل أعتقد أن الأسرة أو المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس هم يشكلوا ورقة ضغطة على إسرائيل بالأساس ويدفع إسرائيل أو يمنع إسرائيل من شن هجمات عميقة أكثر داخل قطاع غزة ولذلك حماس توظف هذا الملف في هذا الصدد تحاول توظيفه من ناحية بقاءهم لدى حماس سوف يشكل ضغط على إسرائيل أو سوف يمنعها ويجنبها من التصعيد بشكل أعمق داخل قطاع غزة على وجه التحديد أستاذ علي سريعا هرجع تاين سؤالي وإجابة بقاءة أو لا حضرتك تعتقد أن إسرائيل جادة في تهديدها بأنها تستكمل الحرب في قطاع غزة للأسف يعني جميع المؤشرات تقول أن إسرائيل وهي صراحت بشكل رسمي أحد الوزراء الإسرائيلين صرحت منذ أيام أن بعد انتهاء الهودنة سوف تستمر بالزبط سوف تستمر على أقل شهرين شهرين؟ شهرين حسب تصرحات رسمية إسرائيلية يعني نأمل ألا تكون جادة الحقيقة في هذا التهديد لأنه أعتقد أن المدارين في قطاع غزة يعني عانوا الأمرين وعانوا بما فيه الكفاية وإحنا كمان حتى كشعوب عربية وكعالم كإنسان يعني هذه المشاهد كانت بتؤثر فينا بشكل كبير جدا ومازالت تؤثر فينا لم ننسى ولن ننسى حتى في المستقبل القريب ما كان يحدث فيه قطاع غزة وهذه المشاهدة المؤلمة والدمية نشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ علي عاطف الباحث بمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية نورتنا في صباح شكرا لحضرتك شرفتنا ونورتنا